وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته علي وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته علي وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إن لا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وعليه وأيده بجنود لم تروها وإن يده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا 112. والله عزيز حكيم 113. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 114. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 115. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 116. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 117. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 118. وألزمهم كلمة التقوى 119. وألزمهم كلمة التقوى 110. وكانوا أحق بها وأهنها 111. وكان الله بكل شيء عليما 111. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيها 112. وقال لكم التابوت فيه سكينة من ربكم 113. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة 114. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 115. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 116. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 117. وذلك جزاء الكافرين 118. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 119. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 119. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها 110. واجعل كلمة الذين كفروا السفلا 111. وكلمة الله هي العليا 112. والله عزيز حكيم 113. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 114. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما 115. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 114. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 115. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 116. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 117. وألزمهم كلمة التقوى 118. وألزمهم كلمة التقوى 119. وكانوا أحق بها وأهنها 110. وكان الله بكل شيء عليما 111. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 112. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة 113. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 114. ثم أنزل الله سكينته 115. وعلى رسوله وعلى المؤمنين 116. وأنزل جنودا لم تروها 117. وأنزل جنودا لم تروها 118. وعذب الذين كفروا 119. وذلك جزاء الكافرين 119. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانياً 111. إذ أثنين إذ هما في الغار 112. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 111. فأنزل الله سكينته علي وأيده بجنود لم تروها 112. وأيده بجنود لم تروها 113. وجعل كلمة الذين كفروا السفلا 114. وكلمة الله هي العليا 115. والله عزيز حكيم 116. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 117. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 118. ولله جنود السماوات والأرض 118. وكان الله عليما حكيما 119. لقد رضي الله عن المؤمنين 111. إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 112. فأنزل السكينة عليهم 113. وأثابهم فتحا قريبا 114. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية 115. فأنزل الله سكينته على رسوله 116. وعلى المؤمنين 117. وألزمهم كلمة التقوى 118. وألزمهم كلمة التقوى 119. وكانوا أحق بها وأهلها 119. وكان الله بكل شيء عليما 111. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 112. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 111. ثم أنزل الله سكينته 112. وعلى رسوله وعلى المؤمنين 113. وأنزل جنودا لم تروها 113. وعذب الذين كفروا 114. وذلك جزاء الكافرين 115. إن لا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية ثمائية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته علي وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته علي وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته علي وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته علي وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وعلي وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته هو علي وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وعلي وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إن لا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وعليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته هو علي وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز الحكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته علي وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إن لا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وعلي وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إن لا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وعليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تخبله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وعليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهنها وكان الله بكل شيء عليما ترجمة نانسي قنقر